كما شهد رئيس مجلس الوزراء مدرسم توقيع مذكرة التفاهم بين شركتين عالميتين لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جنوم لمساعدتها في اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة وبمجب مذكرة التفاهم سيتم تنفيذ فحص الثلاثين مابيتا في مصر وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج عن طريق انشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض وسيتم توفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان خاصة معمل الجينوم